السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالة فيكم في انطباع مانجا وان بيس الفصل 835 فصل اسطوري قبل لنبدأ في الفصل المفروض لسبوع القادم في فصل في اخبار كثيرا ان اسبوع الجاي ما راح يصدر فصل لانه في اجازة في اليابان عيد شي كذا ارواح ما ارواح عندهم ما نبدأ يدخل في الموضوع فالمفروض ان مجلة شونينجا ما راح تصدر لسبوع القادم انا ما لي متأكد من الخبر بس هذه الاشاعة اللي استدارت ففعليا ما اعلنه في نهاية الفصل لما في فصل اسبوع القادم يعني وان بيس موجودة اسبوع القادم يصدر بس بشرط ان المجلة تصدر فاذا ما اصدرت المجلة ورح يكون في فصل اتمنى ان الصورة وضحة على مهم قبل لا نبدأ ونحرك على عشاق الانيمي في الحلقة ذا نتكلم عن مانجا وان بيس حتى تنبقى اصدر على التلعام في انيمو وان بيس فاذا انتم متابعين انيمو وان بيس سكر الفيديو لانا افضل لك وخلونا نبدأ هذه الحلقة برعاية سناب دراجونيل افضل حساب لمقتطفات اخبار ومسابقات الانيمي طبعا بدل الحدث بمدينة الشوكولاتة هذا اللي جوا فيها اللي كان فيها بودنغ وزي المراسم قاعدة تصير يعني هذا الظل الاسود اللي كنت تسأل وش وش واخيرا توضح لنا وش بس متكلم عنه لما يوضحونا بعدين المهم انه واقف والناس صف في سراء وكاتمين تعليق من المعلق يعني زي ما تقول اودا قاعد يعلق ويشرح هذا الكلام ان مواطين مملكة توتالاند كلها الـ 35 او 36 جزيرة اذا من غلطا ماني متأكد من عدد الارقام نسيتها بالضبط كل مواطن ساكم فيها بعد 6 شهور كما مرد 6 شهور يجون يسألونها leave or life يعني ترحل من الجزيرة او تعطينا جزء من حياتك اللي هو عبارة عن العربون يعني مقابل انك تعيش في مملكة توتالاند تحت حماية البيج مام وتنعم بالرخاء هذا كله والثروات حق الجزيرة والشوكولات المجانية وكل شي مجاني يعني عيشها على الآخر مريحة لازم تدفع لنا كل 6 شهور شهر من عمرك طيب كيف تحسب هم يحسبوها بعدين وضعها بعدين هم يعطيكم الحسبة من البداية عشان نريحكم كل 6 شهور يخذون منك شهر يعني في السنة يخذون منك شهرين يعني كل 6 سنوات تروح من عمرك سنة يعني لو فرضنا ان عمرك 60 سنة ما رح تعيش على الجزيرة المملكة هذه اللي خمسين سنة عشر سنوات من عمرك رح تدفعها ثمنا لحياتك شي سوون بالروح هذي اللي يخذونها منك العشرة اللي يخذونها منك بنتكلم عنها لما تجي بعدين آه قصت عليكم أولاً أنا آسم على الخطأ اللي صار في الحلقة اللي طافت على فكرة أنا أسوي الحركة هذه بكل خمس دقائق تقريباً أو كل دقيقتين بعد ما أتكلم من مقطع كامل أوقف أسترجاع الأحداث اللي صارت في الجوال بعدين أكمل عادة الأقطع اللقطة هذه بنفسي أنا المنتاج أنا أسوي المنتاج محمد أسوي منتاج الحلقات أنا أسوي منتاج الحلقاتي ولكن للأسف بسبب اللي طافي وكنت أقطع حلقة كنت تعبان مرة 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 في الظهر غفت عيني في المشهد اللي نزلت أخذ في الجوال واطلعت اللقطة أنا آسف بس حبيت أسوي بأكف اللقطة ثانية كوميدية أعودكم إن شاء الله أنا ما رح تتكرر عشان لا أنزل أجيب الجوال وخلاص بحط الجوال قدامي عشان أتذكر الأحداث على طول أوكي طبعا الكلمة هذه leave or life برضو تبقى لنا كلمة البيجما من قبل اللي وجدت عند ولادها قالت لها treat or life يعني يا تعطيني الحلوة حقتي الكوركمبوش أو بخذ حياتك وهذا اللي سويت فعلا خذت حياتك لأن هي متعودة إنها تتعامل مع الناس كلهم زي كذا في لحظة جنونها وغضابها اللي جات في ذيك الفترة ما كانت من فرق أن هذا ولادها وفعلا خذت عمره نتكلم عن إذا كان ولادها بيرجع لله لما نوصل لها ولكن هذه المخلوقات جم جابوها كان أحد أتباع البيجما من جنب ولادها الميت كان يكلم واحد من بظلاء قال أنت لا تتعد وخللك واقفين لا تتروح أي مكان فكان غريب جدا الكلام مع المؤمنة وجاب بعد أكثر من واحد منهم ماسك سلة فقدت أقول إيش المخلوقات السودة دي هل هي روح البيجما من طاع توقعي صحيح نعم هي جزء من الروح البيجما هذا الأرواح اللي تستخدمها البيجما بيشرحونها بعدها بنصل لها بس توقعي طلع صحيطة نعم في اللقطة اللي بعدها تجابوه وفي مربطهم كلهم النسخ اللي موجودة من طاقمة كله وقطهم قدامه ومستغرب متعجب قاعد يحكي راسي يقول يا أخي غريبة كلهم قاعد يطلعون الصوات غريبة لأن كل واحد منهم يطلع صوت حيوان اللي صوت سنجاب اللي صوت أرنب اللي صوت كلب ووفوفو ينبحون قاعد يكلمهم كل واحد يرد عليه بصوات حيوان سنجي تشوبر كل واحد منهم قاعد يرد عليه بصوات حيوان اللي مجاعد نامي قالت تفق لي لأ قطع وجهك باللحظة هاني اكتشف على طول اللي فعلن هذي نامي الحقيقية مش واحدة من النسخ اللي النسخ اللي كله تطلع صوات حيوانات فبالطريقة هذي يقدر يكتشف ان نامي هذي هذي خويته نامي وليست أحد الحيوانات المتحول لوفي قاعد يقول هذي تتكلم نفس الشخصية الحقيقية نفس نامي قالت لأ أنا الشخصية الحقيقية حمار فكري أول ما فكها فقعت وجهه بوكسيره على رأسه قاعد يقول امتو طول دي يعني ان الترجمة عطينا امتو طاري يعني أنا واسف جدا بس بلا فورات جدا مضحكة ونامي تصرخها لتزجعلي تقول أنا جاي أدور عليك تعبان أدور عليك واخرات تطب علي تقدر ربي من خلف وتربطني وتشيله وتقطني مع هذي الحيوانات ليش طبعا لوفي بكل بساطة قاعد يدور عليك كل النسخة بيجمع كل النسخ اللي في الغابة ويجيبهم عندها العملاق هذا الحل الوحيد الذكي ولعب خرني طلع فيه عشان يعرف منه الصق شوية ومن الكاذب وفعلا اضبطت معها ولكن لو لنا سامع نامي كان العرف ان هذا نامي وليست نسخة اينوي مش موضوعنا طبعا نامي بعد ما انفكت قامت تطلع نسخاته وتقول الله يعني شي عجيب جدا فعلا نسخة كابي بيست مني جميع التفاصيل عدا نحن قاعدت تتكلم تقول يعني لو انا فعلا مش موجودة ضمن الميكس كانت بتضيع ما انت بعارف منه فين الحقيقية منه فين الكاذبية بس انا الحقيقية تكلمت بقي كلهم قاعد يطلعنا الصوات حيوانات فقدرت اتفرقني من بينهم الشيء الوحيد اللي استنتجه اللوفي من الكلام قاعد يقول لحظة يعني انتو حين مو انت بنت عمدين تكاثرت وزدت عدادكم من نفسكم كذا نامي تقول له هذا الشيء مستحيل عقليا مستحيل شو لنتكاثر يعني ونزيد عدادنا مستوى الغباء عندك كل ما اللي وصل مستويات مخيفة جدا يعني شنال مرحلة من الغباء?? طبعا نامي على طول قامت هاجم العملاق اللي مغروس في العرض قاعد تقول لها انت انت لك علاقة باللي قاعد يصير انت قاعد تتفرج وتطالع وهم قاعدين يغدرون فيني يسألون فينا الغادرة فلوفي قاعد يطال فيه شو الغادرة اغدروا فيكم شو اللي صار نامي قاعد تقول لأي انت هاجمت علينا يا تقصد النسخة اللي منك وهنا طبعا جاء الفلاشباك اللي أنا كنت أقول لنا راح يجي في الفصل اللي طاف قلت أكيد أنه وده راح يظهر لنا شو اللي صار مع نامي لأن ذيك العجوز شو طقرت بتشك وجهها فجأة جابه نامي مربطه مليوح شو اللي صار حين بيشرح لنا الكاتل بيرجع وريننا من الخلف شو اللي صار قبل لتجي للحظة هذي المضحك العملاق يقول أنا كان عندي عذر اني ما قدرت أساعدكم ولا أسوي شيء أنا ما قدرت أتحرك أنا مغروس في الأرض طيب عن جابه المشهد بالضبط زي ما كان عند العجوز ماسكة نامي تبي تشيق وجهها تبي تسوي سكارة ووشب على وجه نامي تشوه وجهها ونامي قاعد تقول ما بقيت تتحرك ما تتحرك فشفت ما في حل طلعت العمود حقها والسلاح حقها واضغطتها بالنص زي ما علامها يسبو وانطلق السلاح على وراء وضرب العجوز في بطنها طيرها على الخلف ونامي تحررت الحاشة نامي منها طبعا زي ما وشيرحوا لنا من قبل السلاح هذا عن طريق الضغط ضغطت بقوة ينطلق مرة مرة طويل ينطلق شي بسيط ينطلق شي بسيط فيسبو علامة كيف تستخدموا ينتدربت عليه فحاليا أول ما تحرد قالت تانكي يسبوش يعطيش كيف نسبوه على السلاح الأسطوري اللي ساعده ليش طبعا السلاح هذا حاليا أفضل بكثير من السلاح اللي كان عند نامي سابقا نامي كانت تضطر تطلع بدين الثنتين وتركب السلاح إلى ثلاث قطع هذا قطع واحدة جاهز بس بضغطة واحدة يمتد أو يصغر ويطلع لأسلحة ببغطة يد قطع واحدة صغيرة يعني ما تحتاج تركب ثلاث قطع فأسرع في الاستخدام وأقوى في الضرب يعني تطور السلاحة بكثير طبعا العجوز كانت تتسوي زي المؤثر أم أم كده زي نطلع شي في يدها اللي المراية اللي في النص فعلى طول كارتة هجمت بأسرع شي وبأقوى ضربة عندها اللي هو المخلب الكهرب ولكن ضربة جات في المراية وكبرت المراية فجأة كذا فدخلت ضربة كارتة في المراية وظهرت مرة ثانية زي الإنعكاس رجعت وضربت كارتة في وجهها وطارت كارتة في السماء وقالت العجوز ريفلكشن الإنعكاس وهذا قدرة المراية حقا تتعكس أي ضربة تجيح عليها حتى شبر على الأقل قبضة كارتة ارتدت عليها من المراية ويش ذا يعني شي عجيب أول مرة شوفونا بدأ طبعا العجوز بنت البيك مام تشرح قدرات هذل طبعا والله ما أنا بذاكر اسم هالعجوز بيرول أظن صراحة بنات وبلاد البيك مام اسماهم كثيرة أتمنى الكاتب ما يطلعهم كلهم لأنه ما رح نقدر نحفظهم أبدا خلي طلع الشخصيات المهمة والرئيسية واللي عندها قدرات قوية والباقي يخليهم مخشوشين ما لازم نعرف المهم أنه قالت أنا أكلت فاكهة الميرر ميرر نومي فاكهة المراية المراية وأقدر أعكس أي ضربة تجيح علي ماذا المراية تعكس أي نور يجيح عليها ألا المراية تعكس أي ضربة تجيح عليها طبعا هذه خدعة منها لتخلي كارت تهاجم عليها بكل قوة لأن كارت فعلا قالت بقى حطم المراية حقتش واجمت بكل قوتها المرة ما سوت العكاس سوت قدرة ثانية عالم المرأة وامتصت كارت بالكامل داخل المراية طبعا كارت قاعدة تضرب على المراية من داخل طلعوني ما لابقادر أطلع ما لابقادر أطلع داخل عالم المرأة طبعا هذا برضو اقتباس باقتباسة أودا لحد أساطير الساحرات الكثيرة أن عندهم مراية تتكلم معها مراية تدخل فيها مراية تعكس فيها مراية تحبس الناس فيها ولكن هذه العجوز بالذات قدرتها كانت تقدر تكبر المراية وتصغرها على حسب ما يتبقى فتسوي أم أم كذا زي الصوت تطلعها فتكبر المراية وتصغر في نفس الوقت فكانت تصغر كانت داخل المراية داخل العالم حقها وكانت تقول طلعوني طلعوني ما حد بيطلعها نامي عاصمة تقول لها وشي قاعد يصير رجع لنا كارت وشي برا يقول لها نامي لات قربي منها هذه خطر خطر جدا واخري عنها هذا واحدة من بنات البيج مام بس لحد الضحين ما بعد يشوف بقية القدرات صراحة لما يقولون لك يونيكو بيج مام يونيكو كل شي قاعد تطلع لنا واحد من طاقمها مرعب وقدرة أقوى من اللي قابله شي خيالي صراحة طبعا أول شي سويته العجوز اللي تمتها تصغر تصغر لمس خلاص خفت المراية يعني كارت اختفت عندهم صارت في عالم المراية حقها العجوز هذه اللي إما تمسك العجوز وتجبرها ما تطلع كارت من عالم المراية باي باي كارت مع السلامة لنراكي مرة أخرى العجوز قاعد تشرع لهم وتقول لهم لا تخافون أنا ما لينية أقتل أي أحد منكم طبعا في واحد من المشرفين منتدى AI SHOW للمانقا بحط رابط المنتدى تحت ورابط الموضوع حقا اللي هو المشرف ديمو أتمنى أن يطاق تسمك عدلي أحمد عذرني إذا أنا خلط طورة ثانية كان متوقع أن البيج مام تعرف كل شي وكان متوقع أن البيج مام قاعدة تسمح لطاق ملوف أن يتغلغل داخل مناطقها أكثر وأكثر وعندها نظرية قوية جدا بحاول حطكم رابطها في الكومنت ستحت في رابط الوصف عن أسطورة جاية الحقيقية نتكلم ومقاربتها لأسطورة البيج مام أدخلوا وقروا الموضوع بيعجبكم موضوع شيق جدا نرجع للبصل وتوقع ديمو كان فعلا صحيح البيج مام سامحة للطاقم لوف أنه يتغلغل داخل منطقته ومملكة توتلاند قدر الإمكان وقالت أوامر لبرول والأرنب وكل الطاقم خلوهم يدخلون خلوهم يصلون خلوهم يتغلغلون داخل لهم يصلون إلى عقر دار هنا عندي في جزيرتي في جزيرة الكعكة الكاملة هي تبيهم موجودين في جزيرة الكعكة الكاملة ولكن بعد ما تدخلونهم الجزيرة لعبوا فيهم ضيعوهم وروهم الويل والجحيم وروهم مدى قوة البيج مام وخلوهم يتقدمون يتعلمون ما حد يحط راسه في راس يونيكو زي البيج مام ولا تخلونهم مهما كانت الظروف قبلون سنجي يعني وصلوا للجزيرة اللي فيها سنجي بس ممقدمين قبلون سنجي شوفوا القوة والعظمة يعني وصلتكم لين الجزيرة خليتكم تدخلون بس بس الوقت ما راح تقدرون تقبلون سنجي راح تشوفون مدى قواتنا فالأخير تقالت تقلوهم اعتقلوهم كلهم وعلموهم مدى قطورة انك تواجه واحد من اليونيكو يعني فعليا ترى جيشهم لا ينتهي حلفاهم لا تنتهي واللي طلعوا منهم بس حتى الان قوة جنونية واسطورية بما في الكفاية وزودا على ذلك لوفي مو بجايب كامل طاقمة جايب بس اربعه وياها وكلهم يعني مو بأقوى أربعة خانكم صريحين وسنجي بربوط يدينا يعني حتى وحد الاقوية اللي من الطاقمة والجنبي تراجع مقدر يتخذ القرار ما يندرش الوضع حتى الان فخيار الوحيد والتوقع اللي قلناه من البداية التحالف وبنائة الفصل توضح هذا الشيء بنتكلم عنه لما نوصل طيب الصفحة اللي بعدها هذه اهم اهم نقطة بالنسبة لي العجوز امرت الهوميز طبعا هذا الاسم او المسمى اللي يطلق على اي جماد عاد الى الحياة بقدرة البيجموم اي جماد عاد الى الحياة بقدرة البيجموم يسمونه اوميز الاشجار الاحجار النباتات اي العكل حلوى ايا كان مدام انك صرت على قيد الحياة بقدرة البيجموم فانت اسمك هوميز قالت لهم العجوز الهان يا هوميز يتخلون ذي اللي يقبون عن نظركم يعني يخلوا عيونكم عليهم ومسكوهم لا تخلون يفلتون مهما كان الامر هذه نقطة مهمة معنات ان من اول ما ادخلوا زي ما توقعت انا ايضا من اول ما ادخلوا مملكة توتلاند ووصلوا جزيرة الشوكولاتة وشافتهم السجادة اللي تبع البيجموم حية ايضا فخلاص الاخبار بدت تتقل للبيجموم هذا الطريقة الاستخبارات اللي موجودة في جزيرة توتلاند وهذا الطريقة اللي البيجموم تعرف فيها كل المعلومات زي ما شفنا من قبل انه في جزيرة السماء كان يسمع كل شيء بلذا البيجموم بقدراتها تقدر تعرف كل شيء قاعد يسير في جزيراتها من الاشجار من الازهار من اي شيء موجود قاعد تعرف كل المعلومات كيف سرعة انتقال المعلومات كيف الالية حتى الان ما ندري بس انا متأكد ان هذه الطريقة حتى بعدها الهوميز هذه الاشجارة قالوا خلاص احيما سمحنا نتحرك يعني هم بدوا يتطلع قوتهم طول من قبل بس كانوا الهدف منهم انهم يضيعون طاقم قبعة القشم يخلونهم يدلون الطريق الحين العجوز اعطيتهم صلحينهم يهجمون وفعلا واحد ابن اشجار مادة جذع من الجذوع ومسكة رجل تشوبر والبقية بدوا يهجمون فتشوبر هنا قال حق نامي اهربي يا نامي القي لوفي وعلمي السالف ان انه لوفي ما فهم شي الطبخة بيتمطل عمر في ذا الغامر يحرف يطلع سيب اقل له اذا كله فلاشباك رجعني قبل بداية الفصل فان نامي قاعد انتذكر وتقص على لوفي شي اللي صار فتشوبر هنا تحول على العملاق اكبر تحول عنده وقال حق نامي اهربي انا بوقفهم قدر الامكان روحي بلغي لوفي السالفة كله عطي لوفي السالفة عشان لوفي يقدر يقاتل وطلعنا من المأزق هذا هي كلما قالت ما ادري يا من شوبر او نامي قالت احنا حاليا ضد طاقم احد اليونيكو الاربعة وتأوت واضح الي حاليا يعني استوعبت ان احنا فعلا استخفين ابها كثير وارتكاب لخطأ خطير فهذا تأكيد على الكلام اللي قلت لكم يا مساء عننا الخيار الوحيد قدام لهم يطلعون من هذه الجزيرة بسلام ومعهم سنجي ايضا ومعهم جمبي ايضا هو التحالف مع البيج مام بطريقة انا باخرى عن طريق توقع محمد النعامي القديم الفيفر كارد اللي موجود عند نامي حق لولا بعد ما تحول جوبر الى شكل العملاق العجوز الشمطة البنت الثامنة ببنات البيج مام قالت كلام قوي جدا قالت اوه هذا الشي مذهل انا كنت حطتك في راسي بجدام شفتك يعني حيوان تتكلم لان البيج مام تحب الحيوانات وتحب الاشياء التي تتكلم الغريبة وتبي تختلط مع كل اعراق العالم فانت عرقك غريب طبعا ليش عرقه غريب لانه اساسا فعلا غزال بس كانت يتكلم لانك الفاكات بشري بشري طبعا كانت تقول ما كنت تتوقع ان قوتك توصل للمرحلة دي انك تتحول الى العملاق الكبير هذا البيج ماما راح تفرح طبعا ما قالت البيج ماما امي راح تفرح كثير لما تشوفك ولهذا السبب قاعد يشوف في الجزيرة دي حيوانات وحوش غريبة جدا مثل التمساح اللي طالعوا كان عليهم الجزيرة وكان يتكلم حتى الان ما لدينا هذا الارنب اللي حين قاعد يعني البيج مام قاعد تجمع جميع نوع الحيوانات جميع الاشكال كل شي غريب في الدنيا دي تجمع في جزيراتها ومعنين نامي قاعد تتذكر ان كانت تركض تركض قاعد تقول حق لوفي انا كنت اركض اركض فمستقرب حتى شون تقابلنا شون انت لقيتني يعني وجبتني هنا انا زي ما قلنا الغابة كلها تتحرك وتحول تضيعهم المهم اللي لوفي قاعد يقول لها خلاص طيبة همش انها تقابلنا هين وين شوبر وكارت خلنروح ننقذهم وين صار القتال فيه قاعد قتال صار هنا قدامها العملاق اللي ما تفوت في الارض بس المصيب الناحين ما في اثر لأي واحد منهم كل مختلف ما في النظر الحيوانات اللي قاعد والنسخ اللي منه قاعد تتكلم بصوت الحيوانات فهين نامي التوتت على هذا العملاق الضخم المغروس في الارض قاعد تقول له انت انت تسر في كل شي شنون انت قاعد هنا ولا للساحرة ولا اتباع الشجار ولا اي احد تعرض لك نهائيا شنو سرك انت ليش انت مادام انك موجود يا انك حليفهم وانك متفقوا اياهم يا ان الموضوع في انه ليش ما حتتعرض لك قال انا حليفهم ها ما اقدر اقول لهم اعدائي بعدين فرر السالف قال شمعون جو رح يجبوا لي شربة من العصير التفاة من اول ما ظهروا وقاعد يقول عصير تفاة عصير تفاة وانا قلت قابل كم شابتر لو يسمعون كلامي بس انا قلت ان السرف الهروب الغابة دي عند هذا الشخص بس هم مهملينا مم ما اعطينا وجه وكانت اوقعي صحيح السرف على الان كله عنده طبعا لوفي عصى يعني قال انت مع ذا العصير مباكتك خلاص عطنا السالفة بس نامي بتتفهمت طب خفاة قامت قصت علي قالت لا شوف انت عطنا المعلومات واكيد بروح اجيب لك اساسا قال لها من جدش قالت اساسا انا متحمسة ذوق طعم هالعصير ذي عجبني فبجيبها لك بس علمنا السالفة علمنا طبعا اجابة بس تصير الصورة واضح هالشخصي دي جايبيني لكي انها طيب علنياتي جدا جدا يعني مسالم لابعد حد طبعا شطح مرضاني المفاهي ذو قاعد ينتمي تعالي لوفي يقول بايضوية لبنسبة انت يلوفي قوي جدا بس انت ينامي مش ولابد عصبت نامي قالت لا انا قوية باوريك انا قوية يعني مو بسهل لا تستخفيني طبعا نامي تقول ليش تسألني فرد عليها قال والله شوف ما احد ما يحكم على الكتاب من عنوانه حتى الغزاء ذاك ما كان بيين علينا قوي جدا ولكنه فعلا كان قوي وقاتل بشراسة مع الاشجار وجابه طبعا صورة من وارد زي لقطة خفيفة ان تشبر ماسك الشجار ورفعها وقاعد يضرب وكذا فكان يقول للاسف ان الاشجار دي تمت تقاتله حتى اخر نفس ان ذي اللي من يحطون مهمة في راسمي يعطي ان جيهم امر من البيجموم وحتى اتباعها بينفذونا بينفذونا حتى لو ماتوا لانهم اساسا مش رعهم بعدش وضعهم ولكن المهم في الموضوع هذا يدلك على مدى قوة فاكهة البيجموم من اتباع هذه الاشجار والاحجار وذي تنفذ اوامرها حتى اخر نفس يعني لو قطعها بتتم تنفذ الامر وهذا اللي صار مع تشبر فالنامي كانت تقول اي صح غريبة كانوا يطردوني بعدين فاجأة اختفوا ولوفيو على الاقل انا اساسا انفقعت وجيهم كانوا يلاحقوني بعدين بعد ما فجرت مطقت مطق اختفوا ووقفوا مقام يلاحقوني بعدين سألوا في سؤال شون دي اللي قاعدين يتحركون ذا الاشجار والاحجار يعني استغرى فبدأ اخينا في الله يجاوب بكل اريحية وطيبة لان لازم اقول لكم مصان طيب جدا قام يشرح الكلام اللي انقال بداية ان كل مواطنين الجزيرة البيجموم التوتلاند يعطون جزء من روحهم او حياتهم كل ستة شهور يعطون شهر والحسب اللي قلت لكم هي ان كل ست سنوات ياخذون من عمرك سنة كاملة طبعا لو فيولامي قاعد تقولوا شون الروح شون قاعد تتاخذ الارواح حقاتهم فهينا اخينا في الله العملة تقول تعرفون لين لين طبعا اتكلم عنها بسمها لين 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 لانا كانت زوجتها المعلومة الصدب اللي بعدش بتجي ولكن يرجع احد الناس يقول او اقصد البيجموم لانا يتكلم معها باحترام يعني لانا ما عادت زوجتين امور اكلت فاكهة سول سول نومي فاكهة الروح وهذا التوقع الثاني او الثالث اللي انا قلت في الفصل هذا تحقق ان البيجموم عندها قدرة الارواح وتتحكم بالاعمار زي ما توقعت تماما تقدر تاخذ جزء من روحك وعمرك او تقدر تاخذ عمرك كله فاين بدأ الزوج هذا يشرح كل مواصفات وقدرات البيجموم ان تقدر تاخذ الارواح هذه تقدر تزرعها في اي شي بعد ما تجمعها من الناس تنشرها في الجزيرة كاملة في الاشجار في الازهار في الاراضي في البلونات في الغيوم في اي شي ان كائنة مكان يزرع فيه ذا الشي فيتحول الى شي بشري يسمونهم هوميز بس ما تقدر تزرع ذا الشي في ناس اموات جثث اموات يعني بشر ولا تقدر تعطيها بشر ثانية فما تقدر تزيد عمر شخص اما بس لاحظ انه قال or the body of somebody else يعني قال في الترجمة او جسم شخص ما اخر معنات انه ممكن تكترجع العمر هذا في جسم الشخص نفسه لانه قالت somebody else يعني انه ترجع الشخص اخر او تاخذ من عمرك وتحطه في شخص ثاني ما تقدر بس ممكن ان تكتخذ منك وترجع لك احتمال وارد حتى الان ما نجزل في الموضوع هذا هذا معنى الترجمة الحرفية هذه somebody else شخص اخر بس نسان طيب لو كان نفس الشخص ممكن تقدر ما توضح هذا الشي حتى الان فسالفت انه ولادها مات ممكن انه تقدر ترجع لانها خلطنا منها روحة فترجع روحة لهذا السبب ذاك الشخص الابن الثاني اللي كان جنب الابن اللي توفى قال حق الشي الاسود اللي طالع من جسم لا تتحرك خلق واقف هنا لا تروح اي مكان لانه يريجع العمر هذا في العمر اللي طالع بالضبط يرجع في الولد فيعيش الولد كما الوارد مباكيت حتى الان ننتظر ونشوف ايضا كلمة somebody else ممكن تعني انها تقدر ايه تاخذ العمر فعجزة كده عمرها كبير مرة وقدرت تجيبها العدد المجنوم من الاولاد ولسه على قيد الحياة وممكن حتى تعيش اكثر لانها تاخذ عمرك وتحطه في جسمها ممكن وارد مع ان الكلام ذا ما ينطبق على الكلام قال انه ما تحطه في شخص اخر بس شخص اخر غيرها اي ممكن فهمت الفكرة لاني اوكي ما اخذ العمر من ذا واخذ العمر ذا ما اقدر اخذ العمر ذا وحطه في ذا بس اقدر اخذ العمر من ذا واعطي نفسي او اقدر اخذ منه وارد جعله اتمنى ان الصور وضحك هنا نامي قامت تقول انها في جزيرة الشوكولاتة اللي نزل فيه كان في بعض الاشياء الحقيقة فالحين بدت الامور تبدأ منطقية لنا وهذا السبب اللي يخلى المعلومات دي كلها تنتقل للبيج مام انها ترى لقوا بوكيموس وانا عدادهم وصورهم وكانوا يعرفون كل شي عن تحركاتهم بالحرف الواحد بسبب المخلوقات هذه وهينا نقدر نقول خلاص باي باي مع نظرية الخاين ما الخاين ما في احد خاين كل ما في موضوع ان البيج مام عندها القدرة للتجسس اسطورية هنا بعد طبعا قام لوفي تكلم عن التمساح اللي كل الجسر وعن الارنب اللي يجم عليهم قال برضو العملاق نعم الارواح هذه ممكن تستقر في حيوانات ممكن تستقر في جمادات فعايد يعني حتى الحيوانات اوكي مع ان لوفي قاد يقول هل برضو النسخ اللي موجود من اخوياه هذه برضو من قدرة البيج مام دخل فيه روح قال لا لا هذه قدرة برول الساحرة حولت حيوانات على شكال اخوياك فما يعرفوا ان يتكلمون اخوياك قاعد يطلوا هنا الصوت حيوانات ارنب كال وقاعد يتحولهم على شكل اخوياك فهينا لوفي حصم قال ليش ما قلت لي قابل قال انا ما كنت بيتدخل طبعا ينا نامي قالت اذا انت فعلا ما تبت تدخل اجلش جابك هنا وش مقاعدك الحالك وسط الحفرة مدفون ولوفي حصم قال ايش انت كناش قاعدين اخلص تكلم ونروح نجيب لك العصير باستكلم منه انت وين اعترف قال انا في الماضي القديم جدا لان طبعا زي ما قلنا البنت كان رقمها 22 فيعني نقدر نقول لنا هذا الزوج رقم 10 و 15 في ذا الحدود يعني الماضي صحيح جدا كنت زوج شارل تلينين المعروفة عندكم باسم البيج مام بس يوم جابت مني بنتين توأم لاحتني على الشارع يعني قططني في الشارع ما تبيني فهم مدفون هنا هل اهو غرقان هنا هل هم زرعين هنا عشان ما يبونا يطلع من الغابة شي السالفة ليش بخليتها حي ما نادل حتى الان المهم انه مليوح لوحة الكلب في هالغابة ولا حد درحلنها السبب انه ما حد تعرض لي ولا حد ضراب لي ولا حد طقل لانه كلهم شايفيني انه يعني ما اسوأ ما استاهلوا وانتو برضو يا الطاقم قراصة قبعة القش مريتوا عليك كذا ولا اكثر من عشرين مر رايحة جاي رايحة جاي ما عبرتوه فلا تلمون اذا من الناس الدخل اللي يولي واحد طقل عدقتله في الصورة هذي في فريم هذا جابه ظل من وراه جاء العملاق اللي يجي من وراه مسكه من شعره وشاله قاله هاي فقدت عقلك انت قاعد تعطي العدي وكل هالمعلومات القيم والاسرار الخطيرة على البيج مام يعني بق الصالفة كلها ما بقى شي مقاله طبعا في التعريف حق المنشط حق الشخصي اللي ظهرت هذي بيج ماما بايرت ساحة قراصينة البيج ماما احد قادة الحلويات الثلاثة فعندنا ثلاثة من قادة الحلويات نقدر نقول ان الاول هو ابنها الاول اللي عنده قدرة اللعق اللعق هذا اللسانة طويل مرضو تعليق بسيط على قدرة هذا الشخص ابن الاول حق شارلت والله نسيت اسمه والله من كثير من قمت انسى اسمهم المهم اللي اسمه كان ديمان حسب ما فهمت او قريت عن قدرة انه من يلعق شي بالسانة يتحول الشي هذا اللي يلعقها الى حلوة ايا كانت الحلوة اللي هو اختارها او شي زي كذا فعند القدرة انه يلحس حديد يقلبه حلوة يلحس كذا يقلبه كذا فهذا قدرة هذا حسب ما جاد المعلومات من الاخ محروس اعطي العافية من موقع وان بيس ويكي ما انا متأكد بالعلومات هذي مجرد نظريا نقلتها لكم نرجع للابن الثالث هذا توقع ان احد الثلاثة فننقدر نقول انه كان ديمان انه هو القادة الاول هذا هو الثاني وباقي واحد الثالث يسمونه السويت كوماندر يعني القادة الثلاثة حقين الحلو هذا اسمه وزير البسكوت بسكويت منستر لبس جسمه زي ما لعطه طبعا كلها زي البسكوت مركب على جسمه واسمه شارلت كراكر يعني الكراكر يسمونه البسكوت هذا في بسكوت الانجليزي يسمونه كراكر قلتوا يأكلونا فاسمه شارلت كراكر يعني سهل لحفظ اسمه صراحة مو من هذا الابن العاشر للبيج مام واسمه شارلت كراكر واحد القادة الثلاثة يعني شخصية اسطورية وقوية جاي بيلي لك عملاق كأنه واحد عماليقة البف بس انه شوكولاتة لانه لابس نفس عماليقة البف في احتمال ان ابوه واحد من عماليقة البف تزوجة البيج مام من البف عادي ما عندي مشكلة ما استغربها طبعا لو في يونامي استاذ ملوحيد اللي جاتم آه كنا متوقعين لان راسك كبير انه جسمه كله يطلع كبير وعملاق طلحت رجوله صغيرة جدا يعني بس راسك كبير وجسمه صغير اول كلمة قالها الزوج البيج مام الغبي هذا قال لحظة كراكر ارجوك خلني اشوف شيفون وان لاس طايم مرة اخيرة بيشوف بنتي شيفون سمعت انه اتزوجته جابت والد ابي شوف يعني له كم يقدر نقول كبون ينضم من قبل سنتين يعني له سنتين ما شاف شيفون ولا شاف ولادها ولا يدري عنها ملوح في الغابة هذي ارجوك خلني ابرك لها على زواجها خلني اتكلم مع ليلين خلني اتكلم من البيج مام اتفاهموا اياها قبل لا تذبحني يعني وخلص خايف انه بيقتل يعني ذبي عدمه وقال برضو انا ايضا سمعت ان لولا هربت وانا اعزها واحبها ودي اشوفها مرة اخيرة طيب هذه النقطة سمعت ان لولا هربت يعني كم سنة له مرمي في الغابة ذي يعني من قبل هروب لولا من الجزيرة وهو مرمي في الغابة هذي لانا سمع خبر ان لولا هربت ما يدري فعلا فمن زمان ما شوف بناته مرمي في الغابة ذي محبوس في ذا الارض وكل سوء واحد يجيب لعصير ويأكلها ولا شيء حلويات يأكلونها ومرمي في ذا الصخرة شد التعامل يعني واحد ازواجه شما تعملين بذا المعاملة هل كل ازواج البيج مام يعملون بنفس المعاملة هذي ولا عشان هذا الضعيف قاعد يتعامل بالمعاملة هذي او عشان انا جاب لها بنات شوي ضعاف جاب يعمل التعامل بالمعاملة هذي ما ادري صراحة ولكن شيء غريب صراحة المهم في الموضوع انه يوم صرخ وقال لولا ولعت لمبة كذا فوق رأس نامي تا 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 الاسم يذكرني بشخص عطاني فيفر كارد من قبل طبعا هذا اللي اكيد جف رأسها ما قلوه بس بما في معلها انه فعلا اخيرا نامي عرفت ان لولا هي بنت البيج مام لان هذا قاعد يقول لها انا زوج البيج مام وجبتنا بنتين وقاعد يقول لها بشوف شوفون وبشوف لولا اذا نامي ما جمعت المعلومات ذي كله وعرفت ان لولا بنت البيج مام اللي عندها فيفر كارد توجه للبيج مام وقعها لولا وقعت على الفيفر كارد حق نامي اللي يبتأكد يرجع شوف الحلقة بعد ما لولا شقت ورقة الفيفر كارد قالت انا بيعطيش الورقة دي هذه حق امي يروحي لها اذا احتشت شيء بتساعدش وقالت لا خلني بوقع لاش عليه عشان تعرف ان الورقة دي مني لان اكيد البيج مام عندها فيفر كارد كثير منها ومزع لناس كثير فشوم تعرف البيج مام ان الفيفر كارد هذي جاي من بنتها لولا لو ما كان فيه توقيع عقل لولا على الورقة فحين نامي تطلع الورقة وتوريها البيج مام تقول لها هذا بنتش بالسلامة على ساعة بنتش وبنتش عطتني الورقة موقعه منها وهنا يبدأ بداية التحالف مع البيج مام ورحلة العفو والصفح عن قرصينة لوفي هنا عدنا يبدأ يتفاوض على موضوع سانجي موضوع جيمبي لوفي جاي يطلب الكثير والكثير من البيج مام عشان تسافحها البيج مام وتسمح لنا ياخذ سانجي وجيمبي معجزة لا تسألوني شلو ما ادريش بتسوي نامي ولكن الحدث صراحة يذكرني بثلين البرك كثير لأن في ثلين البرك نامي كانت بتتزوج من ابو سلم وسانجي جاء انقذها حين العكس تماما سانجي بيتزوج بودينغ انا شتام بين الثرى ابو سلمون والثرية بودينغ ولكن نفس الموقف يعني نامي جاي تبتنقذ سانجي من الزواج حاليا سجنة بتنقذها مو بالضرب والقتال ما تكون تهزم البيج مام بس على الأقل عندها فيفر كارد يعني ولاحظ ارتباط الحدث ان لولا اعطتها فيفر كارد في ثرير بارك قدرة البيج مام نقدر نقول فيها تشبه بسيط من ان تاخذ شيء من الناس وتحطه في شيء ثاني يعني موريا كان ياخذ الظل من الناس وتحطه في ناس البيج مام تاخذ روح الناس وتحطها في جمال في فارق بس في تشابه بسيط وبرضو شتانة بين البيج مام واحد من اليونيكو وموريا تشبكاي ضعيف جدا فارق سمه الأرض ولكن انا اقصد ان في بعض التلميحات البسيطة والترابط بين الحدثين اهلا مهم لا بنطول عليكم اكثر من كده صراحة ان انا متحمس الفصل الجاية اتمنى اتمنى ان المنقط شوني نجاب ما توقف فيسبوع القادم ونشوف فصل اسطوري فيه الاف الافكار في راسي قاعدة تدور عن نظريات عن نامي وشي اللي بيصير وجمبي ووا بس ما نقدر يعني حلقة طولت ما في الكفاية في الختام نقول لا تنسوا ان اعطيكم العافية الاشتراك في القناة اللي ما اشترك حتى الان الضغط على زر العجاب اذا اعجبك الفيديو نشر الفيديو لاصحابك استمروا في دعمنا في هاشتاغ اي اي شو ناكما واللي يعرف يعرف معنا كلمة ناكما قلت انا في حلقة تعلم اللغة اليابانية الاخيرة شرحت انا معنا كلمة ناكما بالكامل واللي حاب يدعم القناة اكثر على حساب البيبال هذا هو ظهر امامكم يعطيكم الف عافية في الختام نقول سبحانك الله وحمدك اشهد الا انت استغفر قطوب اليك وشوفكم على خير